ما حكم قسوة الأم على الأبناء والإيذاء بالقول والفعل والطعن في عفتنا وتفرقة الإخوة عن بعضهم أنا أظن أن السائل لا يسألني عن حكم هذه الأشياء لوجه التحريم فيها ظاهر لكن لعله يسألني أن أوجه موعزة إلى الأم نعم نقول لها يا أمة الله رحم الله والدا أعانى ولده على بره إذا كان لنا في عنق أولادنا حقوق فإن لأولادنا في أعناقنا حقوق فقد نعقهم قبل أن يعقون وقد نجحدهم قبل أن يجحدون وأولى النسب الرفق والمودة الولد فلذة الكبد لا تدخل في قلوب أمنائك رصيدا من الإحن والبغضاء والعدوات ستستشعين قسوتها ومرارتها إذا مسك الكبر إذا مسك الكبر يا سيدتي ورأيتي إعراضهم وإدبارهم وأحرقتك مرارة تجاهلهم وأحرقتك مرارة الاغتراب عنهم وأنت دعين بين أظهرهم سنقول لك نعم يداك أو كتا وفوك نفخ والصيف ضيعت اللبن إذا كان الله جل جلاله يقول وقول للناس حسن فأولى الناس بالقول الحسن أولادنا إذا كان الله جل وعلا يأمرنا بالإحسان إلى الجار فأولى الناس بحسن الجوار أولادنا الذين يجاوروننا بل يعيشون في أحضاننا ليل نهار وصباح مساء يا أمة الله إذا كان سباب المسلم فسوقا فإن هذا السباب عندما يكون للأولاد فلا يزال من جنس الفسوق فإن السباب محرم لذاته ليس المسلم بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء ليس المسلم بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء المؤمن يا سيدتي آلف مألوف آلف مألوف وما رزق عبد نعمة بأعظم من نعمة الخلق الحسن إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون